أول رمضان بعد فقدان حد قريب مننا بيكون صعبة قوي بس أنا هقولكو على شوية حاجات ممكن نعملها عشان نعدي الفترة الصعبة دي بسلام أكتر السعادة مشاعر حقيقية والحزن برضو مشاعر حقيقية ومؤخرا بدأت أتعلم إزاي أتعامل مع الاتنين مع بعض لو متعود كل سنة أن أنت تقضي رمضان وفي حد معين موجود في حياتك عدم وجوده في رمضان ده بيكون حاجة صعبة شوية والحقيقة أنه مفيش أي تيبس أو حاجات معينة ممكن نعملها عشان نعدي ده ولكن كل إنسان بيقرر أنه هو ياخد إيه الحاجة اللي تنسبه في رحلة التعافي بتاعته سواء بقى قررت أن أنت تعمل نفس الحاجات اللي أنت كنت بتعملها مع الشخص ده في رمضان عشان تفتكره أو أنك تقرر أنك تعمل أنشطة وعادات مختلفة عشان تساعدك في رحلة التعافي بس أنا بقى هقولكو على الحاجات أنا شخصيا بعملها علشان عرف عدي الموضوع ده بسهولة أكتر شوية أول حاجة بسمح للناس أن هي تساعدني سواء كان حد قريب مني أو حتى أصحابي خلوا الناس تشارككوا اللي أنتو حاسينه ده ما تكتموش مشاعركم ممكن حتى تكتبوا اللي أنتو حاسينه في ورقة تاني حاجة أن أنا بعمل حاجة خيرية لروحهم طبعا كل واحد ومقدرته وظروفه بس لما بتعمل خير بنية أن الخير ده لروحهم بتحس بسعادة مش طبيعية أنك أنت بتعمل لهم حاجة وأنك أنت دايما لفكرهم ثالث حاجة هي أني بعمل أكتيفتي أو عادة جديدة في رمضان زي مثلا أنا أكلم حد من صحابي أعظموا عندي على الفطار أو أقول لهم عزموني عندك وعادي جدا أو أن أنا مثلا أنزل أتمشى قبل الصحور بشوية رابع حاجة بتقبل مشاعري لو حسين بحزن بحزن لو حسن نوم وحشيني بسيب نفسي أن أنا أحس ده لأنك اتمان المشاعر بجد بيخلي الموضوع أصعب كتير آخر حاجة بقى هي أني بتجنب أن يتفرج على أي مسلسلات فيها نكد ودراما لأنها ممكن تبقى تريجرين جدا وحقيقي إحنا مش نقصين خالص فشوف لك مسلسل كوميدي كده لايت أو حتى كارتون أي حاجة خفيفة تشوفها وتخلي الموضوع أبسط عليك في النهاية اللي عايز أقوله أن التعامل في الحزن ما بعد فقدان حد في حياتنا مش بيكون في حاجة صحة ولا حاجة غلط فلو حسينت بالسعادة في لحظة سيب نفسك تحس بده وحاول ما تحسش بالزمن ولو حسينت بالحزن سيب نفسك تحزن برضه إن الحياة بتستمر دي حقيقة كونية بس تدي نفسك فرصة إنها تستمر وإنت في قلبك كل الحب للناس اللي كانت موجودة وما بقتش موجودة أتمنى أن أنتو تبقوا كويسين وحسين أفضل و جوت نايت اشتركوا في القناة